ستستاري قلنا كده النهارده بتتوقع ايه الفرق اللي هتقابل بعضها وشايف الدوري هيختتم ايه؟ لا بالطبع يعني الاهلي بيجرب ناشئين بتوهو ويجرب عدد كبير جدا منهم سامي أمصان هو المدير الفني الاهلي شاف ان هو خلاص حسم الدوري فبالتالي رايح كل اللعيبة اللي هي أرهقت في الفترة الماضية عشان هيبدأ موسم جديد هيبدأ عنده أفريقيا فبالتالي الاهلي كل ما يهمه من المباراة النهارده او حتى المباراة السابقة هو النظرة الجديدة للفرقة والتجهيز اللعبين والناشئين بتوهو مين اللي هيبقى بارز قوي في يوم مين اللي يستحق ينضم للفريق الاول فده هدف الاهلي من المباراة النهارده في تجربة ناشئينه الزمالك عنده نفس القصة لانه مغلوب من طلع الجيش التلاتة واحد فعنده برضه مجموعة من المشاكل عنده مجموعة من الناشئين عايز يستقر عليهم جميز هياخد اجازة ولا مش هياخد فكل المباراة اللي النهارده حضرتك بتشوفيها بالنسبة ليه الفرقة الكبيرة ملهاش بالنسبة لهم الهدف واحد بس اللي هو تجهيز اللعيبة اللي هتستمر معايا اللعيبة اللي هتمشي من الفرقة اللعيبة للناشئين اللي هيتطلعوا يبقوا جودات في الفرقة لكن ملهاش اهمية في الترتيب ملهاش اهمية في النتائج فبالتالي حتى الجمهور نفسه بيتبحى المجرد المتابعة لاخر مباراة بتبقى في الدور العام لان ده دوري طويل جدا احنا عانينا منه في الفترة السابقة يعني فبالتالي المباراة النهارده بتعتبر تحصيل حصل نادل اهلي حسم البطولة الاصارة اللي كانت فيها خلاص الاسابيع الاخيرة ديت الاسبوعين دول كان مهم جدا انه هو يشوف لعبته ويشوف مين اللي هو هيطلع في الدور الفرقة التانية وكلها بتعمل كده تقيمك ايه لمباراة سموحة والاسماعيلي وتقديرك ايه لفوز سموحة على الاسماعيل الاسماعيلي محتاج انه هو عنده عنده اولا مشاكل كتير جدا محتاج نظرة تانية محتاج لعيبة محتاج انه هو يستقر اكتر من كده هو صحيح النتائج بتاعته لا طليق بطبعا بنادي الاسماعيلي لان احنا بنتكلم على فريق كبير سموحة فريق مستقر عنده مدير فني متميز جدا كابتن احمد سامي عنده مجموعة من اللعبة المتميزة فبالتالي بيحاول بس يعدل ترتيبه في الجدول رغم ان الترتيب ده بعد حصم المشاركين في طولة افريقيا ما بيعنيش حاجة بس هو بيعني الفريق ان انا في المركز الرابع وفنشت في المركز الرابع بالنسبة للدور العام فبالتالي ده بيعتبر بالنسبة له انجاز لكن لو انت لغاية مبارح عندك المشاركين في افريقيا لسه ما حسمتهمش كان هيبقى بالنسبة لسموحة انجاز انه هيوصل للمركز الرابع لانه هيشارك عندك هيبقى تلاتة في ترتيب دوري ربطة الابطال والرابع بيخش مع الكونفدرالية فبالتالي بيبقى لها نوع من التمايش شوية لكن انا عنهية الدوري في المركز الرابع بالنسبة لسموحة انجاز كمان ان هو فايز على فريق كبير زي الاسماعيلي تبقى بالنسبة له حاجة كويسة جدا لكن المباراة طبعا متكافأة لكن سموحة ادر بتخطيطه وادر بلعبته ان هو يفوز على النادي اسماعيلي ويمكن نتاج الاسماعيلي مش مرضية ويجب على قدرة الاسماعيلي ان هي توقف شوية مع الموسم الجديد قدامهم فترة يبدأوا يشوفوا ايه اللي هيعملوه مع الفرقة بحيث ان اسماعيلي يقدر ينافس انت شايف ان اسماعيلي من مركز التلاتاشر تقريبا او الاربعتاشر تقريبا يعني قدر ان هو يطلع لكن ان هو يفضل مثلا خمس ستة اسابيع ما بين التمنتاشر والستاشر والاربعتاشر ده بالنسبة لنادي اسماعيلي لا يليق بالطبع لانه اسم كبير في الدوري العام صحيح